علاقات السرية والتعاون في غرف الظلام بين إيران وقطر فبعد قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات مع قطر جراء تخلفها عن الصف الخليجي والاستمرار بدعم الإرهاب وإيواء قياداته اتخذت الدوحة المسار المظلم وسعت لزعزعة أمن الخليج والمنطقة بكل الوسائل والأدوات على مدار 20 سنة مضت النظام الإيراني كان له الشوط الأبرز في الدعم والوقوف مع قطر بحجة دعم المستضعفين في أحد مواد دستور الخميني والتي تطبقها لتوسيع نفوذها والسيطرة على ذلك المستضعف ليكون نسيرا في يدها بالإضافة إلى استغلال حاجتها لإنعاش اقتصادها حسب ما ذكر مسؤولنا إيرانيون فنجد إيران تتوسع في العراق والسوريا ولبنان ونيجيريا وحدث ولا حرج بتلك الحجة حتى أسست أدوات تخدم مشروعها وها هي تستغل قطر وتحتضنها لتكون أحد أدواتها في العمق الخليجي لضرب وحدته أليس حريا بالعربي أن يتعلم من إيران النهضة والمقاومة والكرامة والديمقراطية بدلا من معاداتها فطهران ترى في تعميق العلاقات والتعاون مع قطر على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية فرصة لإيجاد موطئ قدم لها في مجلس التعاون لمواجهة السعودية والإمارات لتلبي قطر تلك الرغبة الإيرانية ففي الوقت الذي كانت الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص قلقة من الأنشطة النووية الإيرانية وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف صارمة منها كانت قطر في عام 2006 العضو الوحيد بين 155 عضوا في مجلس الأمن الذي صوت ضد قرار مجلس الأمن رقم 1696 حول الملف النووي الإيراني ودعت إلى حق إيران في امتلاكها للبرنامج النووي ليكسب أمير قطر السابق والدخم نائي بذلك ويزوره عام 2009 ليثبت ولاءه للمرشد الإيراني ويستقبل سفن الحرس الثوري على شواطئه بل تطور الأمر لتوقيع اتفاق أمني وعسكري بين البلدين في أكتوبر 2015 تحت مسمى مكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة تميم أكمل مسيرة أبيه بتودده للخمين بتصريحات تدعم الإرهاب وتخالف الاتفاقيات بل وصل الأمر ليقول أن أصلهم يعود إلى ميناء جارك جنوب إيران حسب ما ذكره سفير إيران السابق في الدوحة عبدالله سهرابي فالتسلق على ظهر الأعوج هو سقوط لا محالة الحليب التركي والخضروات والمواد الإيرانية لن تدوم طويلا في الدوحة لأن المقابل أكبر والقادم أضخم فهل ستصبح قطر كما هو الحشد الشعبي في العراق وفاطميون وزينبيون في سوريا وحزب الله في لبنان والحثي في اليمن وزكزاكي في نيجيريا وتنضم قطر لهؤلاء المستضعفين كما جاء في دستور الخميني وطلب نصرتهم ومساعدتهم اشتركوا في القناة